الأطراف اليمنية إلى مشاورات غير مباشرة في جينيف حقيقة أكدها وزير الخارجية خالد اليماني المقرر أن يرأس وفد الحكومة إلى هذه المشاورات وأكدها أيضا مدير مكتب الرئيس وعضو الوفد الحكومي عبدالله العليمي الذي اعتبر أن الانتقال إلى مفاوضات مباشرة مرهون بحصول تقدم سريع في هذه المشاورات المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك قال ما يشبه ذلك حينما أوضح للصحفيين في نيويورك أن مشاورات جينيف هي جولة أولى لفهم مدى التزام الطرفين بإيجاد إطار عمل لمفاوضات رسمية والتوصل إلى استنتاج في كيفية إطلاقها الوزير اليماني أوضح في تصريحات صحفية أن مشاورات جينيف غير المباشرة ستعتمد على إدارة المبعوث الأمم إلى اليمن مارتين جريفث بتنقله بين الطرفين لافتا إلى أن وضع مدينة الحديدة ومينائها سيكون أحد أبرز الملفات على طاولة المشاورات لكن الوزير اليماني أظهر عدم تفاؤله بشأن هذه الجولة الجديدة من المشاورات متوقعا أن تقتصر على إحراز تقدم في ملف الأسرة نظرا لتوفر فرصة كبيرة لتحقيق نجاح في إطلاقهم ولأن الطرف الآخر لديه استعداد لذلك وبحسب مصدر في الحكومة فقد أعدت هذه الأخيرة قائمة تضم خمسة آلاف معتقل من أنصار الشرعية في سجون الميليشيا فيما تسعى الميليشيا إلى إطلاق ثلاثة آلاف من المسلحيها لدى الحكومة الشرعية المبعوث الأممي وخلال لقائه الوزير اليماني في الرياض عبر عن تطلعه إلى تحقيق تقدم في جولة المشاورات خصوصا مع تفاقم الأوضاع الإنسانية التي يعانيها الشعب اليمني من جهته أكد اليماني أن الحكومة ستتعامل بإيجابية مع كل الأفكار المتعلقة بإطلاق سراح المعتقلين والسجناء وآلية صرف رواتب موظفي القطاع العام يذهب مفاوضو الحكومة ونظراؤهم من الطرف الإنقلابي إلى جينيف تحت سقف منخفض من التوقعات خصوصا في ظل محدودية البنود التي سيتشاوران بشأنها والتي باتت تقتصر على المعتقلين ووضع ميناء الحديدة فيما تشير آلية إدارة المبعوث الأمم لهذه الجولة الجديدة من المشاورات إلى أنها بالفعل تبدأ من الصفر خصوصا بعد أن قطع الطرفان أشواطا مهمة في مفاوضات مباشرة من جينيف إلى الكويت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر